لا زال الكلام في الأنموذج الثالث من نماذج لعبة إبليس سقيفة بني ساعد سقيفة التحريف والتزييف العنوان صغير الذي أحدثكم في أجوائه مثلما حدثتكم في الحلقات المتقدمة وحق علي المرتضى يا رسول الله إنهم كذابون وليسوا كاذبين إنني أتحدث عن البخاري وأمثاله وعن رواة الحديث الذين نقل عنهم البخاري وعن الصحابة وتابعين الذين كذبوا وكذبوا وكذبوا وقد عرضت ما عرضت من أكاذيبهم في الحلقات المتقدمة وبشهادة القرآن لا بشهادة علماء الرجال ولا بشهادة سفهاء سقيفة بني ساعدة أو سفهاء سقيفة بني طوسي إنما هو القرآن 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 في هذه الحلقة سأعرض لكم مثالا من البخاري أيضا إنه مثال على التحريف الصارخ البخاري إذا كان قادرا على التدليس يدلس إذا كان قادرا على أن ينقل الأكاذيب فإنه ينقلها ويحرفها أيضا إذا ما أردنا أن نقارن بين أحاديث البخاري وأحاديث مسلم وهكذا مع سائر الكتب الأخرى وهناك من الحالات لا يستطيع أن يلغي الحديث بكامله أو أن يحرفه بالكامل ولذا فإنه يسعى بكل جهده إلى تحريف جزئي وإلى وضع الخبر أو الحديث في سياق لا يستطيع المتلقي أن يخرج منه شيئا نافعا إنني لا أتحدث عن المتلقي المتخصص أتحدث عن المتلقي من عامة السنة من الذين يضحكون عليهم هناك جمهور واسع جدا مضحوك عليه عند الشيعة وعند السنة هذا كتاب البخاري المتوفى سنة 256 للهجرة وهذه طبعة دار صادر بيروت لبنان الطبعة الأولى 2004 ميلادي هذا هو كتاب الأحكام وهو الكتاب الرابع والتسعون من كتب صحيح البخاري بحسب الطبعة التي بين يدي وهي الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يشتمل على كل الأحاديث الباب الثاني والخمسون ليس له عنوان بحب من دون عنوان لماذا؟ لأن البخارية أو الذين حرفوا كتاب البخاري من بعده يقومون بعملية تضليل وتجهيل لأن العناوين تقود المتلقي تقود الغار تقود الدارس إلى موضوعاتها فحينما لا يوجد عنوان للباب سيكون هذا الباب ليس مهما سيغفل عنه الباب الثاني والخمسون باب من دون عنوان يجتمل على حديث واحد ولكنهم وضعوا له رقمين لا أدري لماذا ربما لأن في السند جاء حدثني محمد بن المثنى وهو قال حدثنا غندر حدثنا شعبة لا أدري أقول هكذا ربما وضعوا له رقمين مرة جاءت الكلمة حدثني ومرة حدثنا ولا أعتقد أن هذا أمر منطقي يبدو أن الباب كان فيه أكثر من حديث ولكن هناك من حذف الأحاديثة وترك حديثا واحدا وهذا موجود في صحيح البخاري على طوله مثل هذا موجود يأتي حديث واحد يوضع له رقمان ويأتي حديث واحد يقسم إلى حديثين ويوضع لكل قسم رقم هناك فوضى فوضى واضحة لست بصدد الحديث عن هذا أذهب إلى الحديث البخاري يقول حدثني محمد بن المثنى إلى آخر السند رقم الحديث سبعة آلاف ميتين واثنين وعشرين سبعة آلاف ميتين وثلاث وعشرين حديث له رقمان رقم الصفحة الف ميتين واربعة وسبعين بسنده بسند البخاري عن عبد الملك سمعت سمعت جابر ابن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر يقول يكون اثنى عشر أميرا فقال فقال كلمة لم أسمعها فقال أبي إنه قال كلهم من قريش هذا كل الذي هو موجود في الباب الثاني والخمسين الذي هو أحد أبواب كتاب الأحكام إنه باب لا عنوان له كل هذه العبثيات العبث الأول باب من دون عنوان العبث الثاني حديث واحد له رقمان شيء واضح أن تحريفا حدث هنا قد يكون الباب معنونا من قبل البخاري وهناك من حذف العنوان وقد يكون البخاري أورد أكثر من حديث ولكن هناك من حذف الأحاديث على أي حال نحن والبخاري الذي بين أيدينا باب من دون عنوان حديث له رقمان مع صلاة بتراء والتي تعني دين أبتار جابر ابن سمرة يقول سمعت النبي يقول يكون إثنى عشر أميرا فقال كلمة النبي قال كلمة جابر ابن سمرة يقول لم أسمعها فقال أبي إنه قال كلهم من قريش هذا الحديث في أصله إثنى عشر إماما كلهم من بني هاشم هذا الحديث في أصله هكذا ولكن التحريف طرأ على الحديث ما استطاعوا أن يحذف الحديث بالكامل لأن الحديث كان معروفا عند المسلمين لسبب واضح أن النبي صلى الله عليه وآله كان دائما يضخ هذا المعنى في أذهان المسلمين عملية التحريف بدلت كلمة إمام بكلمة أمير لأن كلمة إمام تأخذنا إلى الدين مباشرة بينما كلمة أمير تأخذنا إلى الحكم مباشرة من قريش سيكون الكلام موافقا للمبنى الذي أسست عليه خلافة أبي باكر النقاش الذي دار في سقيفة بني ساعد بين المهاجرين والأنصار وقال عمر وقال غيره من أن الخلافة تكون في قريش لأنها شجرة النبي ولأن القبائل العربية سوف ترضى بذلك حينما قال الأنصار للمهاجرين منا أمير ومنكم أمير قالوا لهم إن العرب لا تقبل بأن تكون حكاما عليهم لكنهم يقبلون أن يكون الحاكم من قريش التي هي شجرة النبي هذا هذا هو منطق السقيفة بن حساعد منطق أخرق إذن لماذا لا يكون الكلام أن الخلافة تكون في ثمرة تلك الشجرة في بني هاشر وهذا وهذا الذي احتج به أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لماذا أعرضوا عن الثمر وتمسكوا بالشجرة منطق أخرق لكنهم يريدون أن ينفذوا مؤامرتهم وبرنامجهم الذي خططوا له وكتبوه في تلك الصحيفة المشؤومة الحديث في أصله هو هذا إثنى عشر إماما كلهم من بني هاشم فتحولت تلك الألفاظ مثلما نقرأ في صحيح البخاري يكون إثنى عشر أميرا فقال كلمة لم أسمعها فقال أبي إنه قال كلهم من قريش في البخاري نفسه في الكتاب نفسه في كتاب الأحكام وهو الكتاب الرابع والتسعون من كتب صحيح البخاري في الباب الثاني باب الأمراء من قريش رقم الحديث سبعتالاف مية وتسعة وثلاثين سبعتالاف مية وأربعين سبعتالاف مية وتسعة وثلاثين رقم الصفحة الف ميتين وستين يقول البخاري حدثنا أبو اليمان بسنده كان محمد ابن جبير ابن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية إنه معاوية ابن أبي سفيان أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله ابن عمر يحدث أنه سيكون ملك من قحطان فغضب فقام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتار يبدو أن محاوية أخذته الغيرة على دين رسول الله إنه خال المؤمنين فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله وأولئك جهالكم فإياكم والأمانية التي تضل أهلها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر لعن الله قائلها مثلما لعن رسول الله قائلها حين قال لعن الله من منع الأجير أجره وأنا أجيركم وهذا منع هذا منع لأجري رسول الله صلى الله عليه وآله فإني سمعت رسول الله يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين وهل أقامت قريش الدين متى متى أقامت قريش الدين إنه دين الأكاذيب معاهوية أقام الدين رقم الحديث سبعة آلاف مية واربعين البخاري يقول حدثنا أحمد ابن يونس بسنده قال ابن عمر إنه عبد الله ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر ملعون قائلها ملعون قائلها لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم إثنان خلاصة الكلام خلاصة الكلام هناك أمراء إثنى عشر من قريش بحسب الحديث الذي قرأته عليكم هذا المضمون مضمون منتشر في المكتبة السنية لكنهم يحرفون يحرفون على سبيل المثال هذا صحيح مسلم طبعة دار صادر بيروت لبنان الطبعة الأولى 2004 ميلادي مسلم توفي سنة 261 للهجرة هذا كتاب الإمارة وهو الكتاب الثالث والثلاثون من كتب صحيح مسلم الباب الأول باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش رقم الصفحة 706 رقم الحديث 4726 حدثنا قتيبة ابن سعيد يقول البخاري بسنده عن جابر ابن سمر قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر فسمعته يقول إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم إثنى عشر خليفة قال ثم تكلم بكلام خفي علي ما كان قد سمعه بحسب ما جاء في الحديث قال فقلت لأبي ما قال قال كلهم من قريش وذكر مجموعة من الأحاديث سأشير إلى أرقامها 4727 4728 4729 4730 4731 4732 هذه مجموعة من الأحاديث أوردها مسلم بالمضمون نفسه لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة إلى بقية الأحاديث أحاديث أحاديث الأثنى عشر خليفة الأثنى عشر أميراً مثل ما قرأت عليكم من صحيح البخاري أهم شرح لصحيح مسلم في المكتبة السنية هو شرح الإمام النووي كما هو معروف بين علماء سقيفة بني ساعد صحيح مسلم بشرح الإمام محي الدين أبي زكريا النووي المتوفى سنة ستمية أو ستة وسبعين للهجرة وهذه طبعة دار الخير هذا المجلد الذي يشتمل على الأجزاء العاشر الحادي عشر والثاني عشر إنها الطبعة الخامسة ألف وتسعمية وتسعين ميلادي دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ودمشق وهذا هو الجزء الثاني عشر في الصفحة العشرين بعد الخمسمائة حدثنا قتيبة ابن سعيد وجاءت الأحاديث التي أشرت إلى أرقامها قبل قليل هكذا شرحها النووي قوله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر ملعون قائلها قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم إثنى عشر خليفة كلهم من قريش وفي رواية لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم إثنى عشر رجلاً كلهم من قريش وفي رواية لا يزال الإسلام عزيزاً إلى إثنى عشر خليفة كلهم من قريش هذه كلهم جاءت مرفوعة باعتبار أن كلاماً قد حذف فيما بين الجمل وهو كلام جابر ابن سمر حينما قال خفي علي ما قاله فسألت أبي ما قال فقال إنه قال كلهم من قريش يستمر في شرحه خلاصة كلامه خلاصة كلامه ويحتمل أن يكون المراد المراد من إثنى عشر خليفة ويحتمل أن يكون المراد مستحق الخلافة العادلين وقد مضى منهم من علم ولابد من تمام هذا العدد قبل قيام الساعة ولذا فإنهم يعدون المهدية من هذه المجموعة أتحدث عن علماء السنة إلى أن يقول والله أعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وسلم هذا هو شرح النووي لم يشرح شيئا هذا ما هو بشرح هذا أفضل احتمال أورده الإحتمالات الباقية سخيفة ويحتمل أن يكون المراد مستحق الخلافة العادلين ويقصد بالعادلين الخلفاء الراشدين بحسب اصطلاحهم اصطلاح سقيفة بني ساعدة ويضيفون أيضا الإمام الحسن ويضيفون أيضا عمر ابن عبد العزيز ويضيفون أسماء أخرى لكن القائمة ليست مكتملة لا تصل إلى هذا العدد إلى 12 خليفة ويعدون أيضا المهدية في آخر الزمان هو الثاني عشر في قائمة هؤلاء الخلفاء ألا تلحظون أن التحريف واضح وواضح جدا قمة ما شرحه أن قام بعملية تدليس قد لا يكون قاصدا للتدليس لكنه ثقف على هذا التدليس أخذ التدليس من الذين سبقوه هذا هو الذي جاء في شرح الإمام النووي وهو أفضل شرح لصحيح مسلم أما أفضل شرح للبخاري فتح الباري لابني حجر العسقلاني وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان إنها الطبعة الرابعة الف تسعمية وثمانية وثمانين ميلادي يبدأ الباب في صفحة مية أو تسعة وسبعين يشرق يغرب العسقلاني هذا ويخبط ويخلط وفي آخر الأمر نذهب إلى ما رجحه في صفحة مية وثلاثة وثمانين فالأولى أن يحمل قوله قول النبي فالأولى أن يحمل قوله يكون بعدي اثنى عشر خليفة على حقيقة البعدية يعني أن يأتوا بالتسلسل على حقيقة البعدية لا أن نقوم بعملية قفز من الإمام الحسني إلى عمر ابن عبد العزيز أو إلى احتمالات أخرى ذكروها لم يكونوا متفقين على هذا الذي ذكرته هذا قول من الأقوال عنده الصورة ليست واضحة لأنهم لا يريدون أن يقروا بالأئمة الاثني عشر من أمير المؤمنين إلى قائم آل محمد لا يريدون أن يقروا بهذه السلسلة الواضحة فيذهبون يمين وشمال فالأولى أن يحمل قوله يكونوا بعد إثنى عشر خليفة على حقيقة البعدية فإن جميع من ولي الخلافة من الصديقي إلى عمر ابن عبد العزيز أربعة عشر نفساً منهم اثنان لم تصح ولايتهما ولم تطل مدتهما وهما معاوية ابن يزيد ومروان ابن الحكم والباقون والباقون اثنى عشر نفساً على الولاء على الولاء يعني على التوالي كما أخبر صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني ديناً أبتر ملعون قائلها وكانت وفاة عمر ابن عبد العزيز سنة إحدى ومئة وتغيرت الأحوال بعده وانقضى القرن الأول الذي هو خير القرون إلى آخر كلامه إذن معاوية ابن أبي سفيان داخل في هذه السلسلة وكذلك يزيد ابن معاوية لعنة الله عليه داخل في هذه السلسلة إنه قاتل الحسين ثم أولاد مروان ابتداء من عبد الملك وانتهاء بعمر ابن عبد العزيز وحكايتهم حكاية طويلة لست بصدد الدخول في تأريخ مفاسدهم لعنة الله عليهم لعنة الله على بني أمية قاطبة من أولهم إلى آخرهم هذا هو كل الذي جاء به أهل عسقلاني هراء في هراء هراء في هراء قرأت عليكم من صحيح البخاري وقرأت عليكم من صحيح مسلم وقرأت ماذا جاء في شرح نووي وهو أهم شرح من شروح مسلم وقرأت عليكم ما جاء في شرح العسقلاني فتح الباري وهو أهم شرح من شروح البخاري وهذا مسند الإمام أحمد بن حنبل هذا مسند بن حنبل وابن حنبل متوفى سنة 241 للهجرة قبل مسلم المتوفى سنة 261 للهجرة وقبل البخاري المتوفى سنة 256 للهجرة هذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان وهذا هو الجزء السادس من مسندي بن حنبل في صفحة الثالثة والتسعين أورد ابن حنبل الأحاديث رقم الحديث 20,319 20,325 20,327 20,330 هذه نماذج من جوامع الحديث في المكتبة السنية التي أوردت هذه الأحاديث حيث أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله يكون بعده إثنى عشر إماما أميرا خليفة رجلا قولوا ما تشاءون فإن التحريف موجود في جميع الاتجاهات وهذا كنز العمال الموسوعة الحديثية الكبيرة كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي المتوفى سنة 975 للهجرة وهذه طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان هذا هو المجلد السادس والذي يشتمل على الجزئين الحادي عشر والثاني عشر وهذا هو الجزء الثاني عشر في صفحة السادسة بعد العاشرة أورد مجموعة من الأحاديث بنفس المضمون رقم الحديث 33 1843 33 1844 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 55 53 3856 لن يزال هذا الدين قائماً لن يزال هذا الدين قائماً إلى 12 من قريش فإذا هلكوا ماجة الأرض بأهلها تلاحظون أن المضمونة منتشر موجود في المكتبة السنية بنحو واضح لماذا؟ لأن النبي نشره نشراً واسع وأصر عليه إصراراً شديداً ما كانوا يستطيعون أن يحذفوا هذه الأحاديث لو كانوا قادرين على حذفها لحذفوها لكنهم حرفوها غيروها فغيروا فغيروا كلمة إمام أبدلوها بخليفة بأمير برجل بأي شيء آخر وحرفوا كلمة بني هاشم بقريش لا يزال أمر هذه الأمة هادياً على من ناوى حتى يكون عليكم إثنى عشر خليفة كلهم من قريش إلى آخر ما جاء في الأحاديث التي أوردها المتقي الهندي في كتابه كنز العمال ألا تلاحظون أن التحريف الأقوى كان موجوداً في صحيح البخاري وفي شرحه حال صحيح مسلم وحال شرحه أتحدث عن النووي وإن كان لم يشرح شيئاً لكنه على الأقل وضع احتمالاً يمكن أن يهضم بعسر أما الذي تحدث عنه العسقلاني في أحسن وجوه شرحه وتفسيره لصحيح البخاري كان سخيفاً جداً أعتقد أن الصورة باتت واضحة لديكم ربما يسأل سائل عن مصدر من مصادر حديثهم ذكرت كلمة بني هاشم ينابيع المودة للحافظ سليمان القندوزي من علماء الأحناف أورد الحديث بهذه الصيغة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال كنت مع أبي عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض النسخ صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته يقول بعد إثنى عشر خليفة ثم أخفى صوته فقلت لأبي ما الذي أخفى صوته قال قال كلهم من بني هاشم كلهم من بني هاشم وهذا هو الذي يأتي منسجما مع مراد رسول الله لأن رسول الله لا يريد أن يكون الأمر مبهمان فحينما يقول كلهم من قريش صار الأمر مبهمان والنبي لا يريد هذا يريد أن يكون الأمر واضحا فلذا إنه قال كلهم من بني هاشم وليس من قريش بني هاشم من قريش نعم لكن النبي ما قال من قريش هذا هو التحريف وتزييف نذهب إلى فاصل أعتقد أنني قدمت عرضا إجماليا يوضح لكم مدى انتشار هذا الحديث فيما بين المسلمين زمان النبي وكذلك في الزمن الذي جاء بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله عن هذه الدنيا فهذه الأحاديث كانت معروفة ولذا لم يستطيع إزالتها وإنما عمدوا إلى تحريفها وتزييفها وعرضت ما عرضت بين أيديكم من المعطيات من القرائن التي تخبرنا عن هذه الحقيقة عن حقيقة انتشار هذه الأحاديث وعن معرفة المسلمين في زمان النبي وبعد النبي بهذا المضمون بغض النظر عن كل الذي قلته إنما قلته لكم كي تكونوا على معرفة ودراية بالأمر سأبقى مقيداً بحدود ما جاء في البخاري لأنني لا أريد أن أنقش الموضوع خارج حدود البخاري لأجل أن ألجم القوم الجامة فهذا فهذا أصح الكتب عندهم بعد كتاب الله فلا أريد أن أخرج من حدوده سأبقى ملتزماً بحدود ما جاء في هذا الكتاب مثل ما مر علينا في الحلقات المتقدمة إذن هذا هو حديثنا بحسب البخاري يكون اثنى عشر أميراً كلهم من قريش يكونون بعد نبينا صلى الله عليه وآله هذا الحديث هل يتحدث عن خلافة سياسية أم أنه يتحدث عن إمامة إلهية بحسب الموجود في البخاري وبحسب ما أشاعوا من ثقافة في أوساطهم السنية فإن الحديث في الشأن السياسي ولذا قرأت ما قرأت عليكم ما ذكره ابن حجر العسقلاني في أن الأمراء هؤلاء هم الذين جاءوا بعد النبي ابتداء من أبي بكر وانتهاء بعمر ابن عبد العزيز وأسقط اثنين منهما لا أدري لماذا لأنه يريد أن يدخل عمر ابن عبد العزيز فإذا أردنا أن نحسب بالتسلسل والترتيب ابتداء من أبي بكر وانتهاء بعمر ابن عبد العزيز فإن عمر ابن عبد العزيز سيكون الرابع عشر فلابد من إسقاط اثنين فأسقط معاوية ابن يزيد وليس هناك من معلومة دقيقة من أنه صار خليفة المعروف أن معاوية ابن يزيد رفض الخلافة وعلى أي حال وأسقط أيضا خلافة مروان هذا هو الذي ذكره ابن حجر العسقلاني والآخرون أيضا ذكروا كلاما يقارب هذا الكلام فهذا الحديث في أجواء السياسة في أجواء السلطة وقد أورد مسلم هذه الأحاديث في صحيحه في كتاب الإمارة والإمارة تعني الحكم والسلطة والسياسة إذن الحديث في أجواء الحكم والسياسة بحسب البخاري إذا ما رجعنا إلى الكتاب الكريم الكتاب الكريم لم يهتم بشأن الحكم والسياسة وإنما جعل الأولوية لأمر الدين ولعلم الدين ويأتي الحكم وتأتي السياسة في ذيل ذلك إلا أن الأولوية للشأن الديني للعلم الديني للكتاب الديني المقدس هذا هو الذي تحدث عنه القرآن النبي صلى الله عليه وآله لا يمكن أن يتجاوز منطق القرآن منطق القرآن فحينما يتحدث عن عدد معين من الأمراء من الخلفاء ويبين لنا من أن الإسلام سيبقى إسلاما ما دام هؤلاء ربط بين الإسلام وبين هؤلاء فهل كان يتحدث عن حكم وسلطة وسياسة أم أنه يتحدث بمنطق القرآن منطق القرآن يجعل الأولوية لإمامة الدين ولإمامة العلم الإلهي ولإمامة القرآن هناك أئمة قرآنيون هناك أئمة إلهيون حينما يتحدث القرآن في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران عن نفسه ويقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الشأن الأول هو شأن الدين هو شأن العلم الإلهي الديني هو شأن حقائق القرآن الحكم والسلطة والسياسة تأتي في تفاريع ذلك فلذا فإن القرآن لم يجعل الأولوية لهذا الأمر فليس منطقيا أن النبي صلى الله عليه وآله يترك أولوية القرآن كي يتحدث كي يتحدث في حاشية المطلب يمكن أن يخبرنا عن أمور تقع في قادم الأيام هي في حاشية المطلب لكن النبي ربط بين الإسلام أن يبقى إسلاما صحيحا وبين هؤلاء فهو لا يتحدث عن حكومة وعن سلطة وعن سياسة هذا هو الموجود في كل هذه الأحاديث يكون إثنى عشر أميرا كلهم من قريش ما هي ميزته البخاري حرف الحديث لكننا إذا رجعنا إلى صحيح مسلم إذا رجعنا إلى مسند ابن حنبل إذا رجعنا إلى كنز العمال للمتق الهندي وكنز العمال نقل من مختلف الصحاح الحديثية في المكتبة السنية لأنه جامع كبير من جوامع الحديث إذا نظرنا إذا نظرنا إلى تلكم الأحاديث وهي تكمل هذا الحديث ولا يستطيب من أحد من علماء السنة أن ينكرها هم يزيفون شرحها يحرفون مضمونها هم أساتذة في ذلك لكنهم لا يستطيعون أن ينكروا أصل الفكرة وأصل الموضوع النبي تحدث عن إثني عشر أميرا عن إثني عشر خليفة عن إثني عشر رجلا وهؤلاء كلهم من قريش والأحاديث بيّنت من أن الإسلام سيكون عزيزا سيبقى إسلاما صحيحا ما دامها أولى فنظر النبي هو نظر القرآن الأولوية في القرآن للإمامة التي شأنها الأول شأن الدين فحينما نقرأ في سورة المائدة في الآية السابعة والستين بعد البسملة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الحديث عن الدين كله يا أيها الرسول هذه صفة الدين هذا رسول متصف بالرسول بالرسولية بالرسالة هذا وصف ديني محط وصف إلهي محط لا نستطيع أن نجعله وصفا سياسيا شأن السياسة والسلطة والحكم شأن في حاشية الموضوع يأتي متفرعا عن الرسالة الرسالة أمر للارتباط بالغيب والرسالة أمر لبرنامج الآخرة نحن نعيش في الدنيا شؤون الدنيا موجودة في هذه الرسالة في حاشيتها في ذيلها يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ما أنزل إليك من ربك ليس في شأن الدنيا وإنما في شأن الدين وشأن الدنيا يأتي في حاشية الموضوع شأن الدنيا موجود قطعا لكنه ليس في المتن بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذا أمر ديني عميق أمر ديني عميق بحيث أن النبي لو لم يبلغه فإن الرسالة الدينية بكل تفاصيلها تساوي صفرا وإن لم تفعل فما بلغت رسالته إنها بيعة الغدير التي تشير إلى ولاية علي وولاية علي شأن ديني محط الشأن الدنيوي يأتي في الحاشية في حاشية الموضوع هذا لا يعني أن الشأن الدنيوي ليس مهم لكننا إذا ما قايسناه بالشأن الديني فإن الأولوية للشأن الديني سيكون المتن للشأن الديني ويكون الحكم والسلطة والسياسة في حاشية الموضوع أعتقد أن الأمر صار واضحا هناك مضمون تحدثت عنه الأحاديث يكون إثنى عشر أميرا خليفة رجلا والأصل إماما فليقولوا ما يريدون أن يقولوا إلا أن النبي جعل الإسلام رهينا أتحدث عن الإسلام الصحيح أتحدث عن إسلام محمد صلى الله عليه وآله جعله رهينا بوجود هؤلاء فهل هؤلاء رجال حكم وسلطة وسياسة مثل ما يقول الشراح مثل ما يقول النووي ويقول العسقلان ويقول آخرون بل يقوله الكثيرون والكثيرون أم أن منطق رسول الله هو منطق القرآن قطعا منطق رسول الله منطق القرآن القرآن جعل الأولوية والمحورية في حفظ في حفظ الدين وحفظ الإسلام في الإمامة ولقد تحدث القرآن كثيراً وعميقاً عن هذا الموضوع في سورة الإسراء وفي الآية الحادية والسبعين بعد البسملة يوم ندعو كل أناس بإمامهم الحديث عن يوم القيامة الآية التي قبل هذه الآية ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات هناك تكريم لبني آدم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وماذا بعد وفضلناهم على كثير ممن خلقنا وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل فبني آدم ما هم الأفضل في هذا الكون لكنهم فضلوا على كثير من الخلق هذه حقيقة يغفل عنها الكثيرون لأن الكثيرين يتصورون أن بني آدم هم الأفضل بين الخلائق القرآن لا يقول بهذا بني آدم فضلوا على كثير من الخلق دققوا النظر في الآية ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير على كثير وليس على الجميع على كثير ممن خلقنا تفضيل في سياق هذا التكريم وفي سياق هذا التفضيل يكون برنامج الدين والذي من ملامحه الواضحة التي ستتجلى يوم القيامة هذا الملمح يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم دققوا النظر في الآية الآية ما قالت يوم ندعو كل أناس مع إمامهم يوم ندعو كل أناس مع إمامهم يأتون معه يأتون معه ولكن الآية ماذا قالت يوم ندعو كل أناس بإمامهم هناك علامة موجودة في الذي ينتمي إلى إمامه أكان من أئمة الهدى أم كان من أئمة الضلال الأئمة في القرآن على نوعين هناك أئمة الخير وهناك أئمة الشر هناك أئمة الإيمان وهناك أئمة الكفر الذي ينتمي إلى أئمة الإيمان هناك علامة فيه هذه العلامة هي التي تميزه عن غيره والذين ينتمون إلى أئمة الكفر كذلك هناك علامة فيهم تميزهم عن غيرهم مثل ما نقول في أيامنا هذه هناك كوت هناك رمز هناك رمز يحمله أي إنسان يوم القيامة هذا الرمز لا يرتبط بالخلفاء وبالسلاطين وإنما يرتبط بإمام الدين بإمام الفكر من أين يأخذ دينه ربما يأخذ دينه من نفسه فهو إمام نفسه فله علامته الخاصة به وربما يأخذ دينه من زوجته التي يعبدها لأنها حينما تأمره بأمر وإن كان مخالفا لأمر الله فإنه يطيعها فإمامه زوجته وكذلك قد يكون الحاكم السياسي إماما للذين يتخذونه إماما فإنه حين يستبدل الدين بالذي يريده الحاكم السياسي صار الحاكم السياسي إماما له لأن القرآن يقسم الأئمة إلى نحوين إلى أئمة الهدى وأئمة الضلال على سبيل المثال إذا ما ذهبنا إلى سورة التوبة في الآية الثانية بعد العاشرة من سورة التوبة وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون لا أريد الحديث عن الآية وسياقها وإنما أريد الإشارة إلى المصطلح المصطلح واضح هناك أئمة الكفر وإن نكثوا أيمانهم هؤلاء هم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون الآية لها سياقها بحسب ما قبلها وبحسب ما بعدها وليس الحديث عن مضامين الآيات المصطلح أئمة الكفر والأمر هو هو إذا ما ذهبنا إلى سورة القصص وإلى الآية الحادية والأربعين بعد البسملة في الآية الأربعين التي قبلها فأخذناه وجنوده الحديث عن فرعون عن فرعون موسى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين تأتي الآية التي هي موطن الشاهد بعدها وجعلناهم الحديث عن فرعون وعن الذين معه وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار هؤلاء أئمة النار الأئمة الجهنميون وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار فمر علينا في سورة التوبة أئمة الكفر وهنا في سورة القصص أئمة النار هؤلاء أئمة الشر أما أئمة الهدى في سورة القصص نفسها في الآية الخامسة بعد البسملة ونريد أن نمنا على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونريد أن نمنا على الذين استضعفوا في الأرض استضعفوا من أجل دينه استضعفوا من أجل الله وآل الله ونريد أن نمنا على الذين استضعفوا من الذين استضعفوهم أئمة الكفر أئمة النار هؤلاء هم الذين استضعفوا هؤلاء ونريد أن نمنا على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وإذا ما ذهبنا إلى سورة السجدة وإلى الآية الرابعة والعشرين بعد البسملة الآية التي قبلها تتحدث عن بني إسرائيل ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون الآية تتحدث عن أئمة هدى وإذا ما ذهبنا كذلك إلى سورة الأنبياء وإلى الآية الثالثة والسبعين بعد البسملة من سورة الأنبياء وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا الآية التي قبلها ووهبنا له لإبراهيم إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين هذه الآيات تحدثنا عن أئمة الخير مثل ما حدثتنا سورة التوبة في الآية الثانية بعد العاشرة عن أئمة الكفر ومثل ما حدثتنا كذلك سورة القصص في الآية الحادية والأربعين بعد البسملة عن أئمة النار عن الأئمة الجهنمية إذن القرآن صنف لنا الأئمة هناك أئمة الخير وهناك أئمة الشر الآيات واضحة في ذلك الناس في يوم القيامة بأجمعهم لن يعرف أحدهم بشخصه أتحدث عن التعريف الدقيق الكامل وإنما يعرف بانتمائه لإمامه ولذا فإن القرآن يصرح يوم ندعو كل أناس بإمامهم هكذا نعرف في يوم القيامة هناك رمز رمز يكون عندي يختلف عن الرمز الذي يكون عند كل واحد من من وهذا الأمر يكون مع كل إنسان لا يمكن أن يأتي إنسان يوم القيامة من دون إمام قد يكون إماما لنفسه قد يكون حيوان من الحيوانات إماما له الروايات أخبرتنا عن أمير المؤمنين وهو يحدث عن عمر بن حريث والذين كانوا معه أيام خلافة أمير المؤمنين خرجوا إلى الصحراء فاستادوا حيوان الضب وجاءوا به وجعلوه فيما بينهم كانوا ستة كانوا ستة من الرجال ومسحوا على يد الضب وبايعوه وقالوا إننا نبايعك ولا نبايع علي أمير المؤمنين قال هؤلاء سيحشرون يوم القيامة وإمامهم الضب هذا الأمر كان سريا فيما بينهم ولم يخبر أحد منهم بالذي جرى لكن الإمامة في إحدى خطبه في مسجد الكوفة على المنبار بين هذا الأمر من أن الناس يوم القيامة يأتون يأتون مثلما تقول الآية يوم ندعو كل أناس بإمامهم فإن قوما يأتون وإمامهم الضب فكل شخص لا بد أن يأتي بعلامة تميزه عن الآخر هذه العلامة تشير إلى انتمائه إلى إمام من الأئمة الكلام هنا ليس عن الحكام وليس عن السلاطين قد يكون الحاكم من أئمة الكفر وقد يكون السلطان من أئمة جهنم لكنه لا يكون من أئمة الكفر ولا يكون من أئمة جهنم بلحاظ الحكم وإنما بلحاظ أنه قد أسس دينا أو أن الناس اتخذت طاعته دينا بديلا عن دين الله القضية إذن في إمامة الدين وليست في إمامة الدنيا وإمامة الدنيا تأتي في حاشية إمامة الدين ولذا فإننا نحشر يوم القيامة بحسب هذا القانون نحشر ونحن نحمل علامة خاصة من إمامنا في الدين وليس من إمامنا في الدنيا يوم ندعو كل أناس بإمامهم لا أن نأتي مع إمامنا نكون مع إمامنا لكن الآية لا تتحدث عن هذا الآية تتحدث عن تعريف أهل القيامة بهذه الطريقة يعرفون بحسب انتمائهم إلى أئمتهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم هناك علامة عندي علامة عندكم هي التي تعرفنا هذا رمز هذه شفرة هذا عنوان هذا الذي يقال له في الكثير من الدول الرقم الوطني هذا هو الرقم الوطني في كثير من دول للعالم هناك الرقم الوطني لكل مواطن لا يتحدثون عن اسم أبيه لا يعبؤون بهذا يعبؤون برقمه الوطني وحينما يريدون أن يطلعوا على كل معلوماته إنهم ينفذون إلى كل معلوماته كل المعلومات التي تخصه في سجلات الحكومة ينفذون إليها من خلال رقمه الوطني فهذه العلامة هي التي تميز الناس يوم القيامة عرفتم الأهنى ماذا قصدت الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة وهي تتحدث عن أهمية ولاية علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذا هو الانتماء إلى الإمامة الانتماء إلى الإمام القرآن واضح واضح وصريح يوم ندعو كل أناس على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمم والمجتمعات يوم ندعو كل أناس بإمامهم نذهب إلى فاصل أعتقد أن الفكرة صارت واضحة وهذا سيعود بنا إلى سورة البقرة وإلى الآية الرابعة والعشرين بعد المئة بعد البسملة الحديث هنا عن الإمامة الإبراهيمية الإسماعيلية التي تخصنا القرآن تحدث عن الإمامة الإبراهيمية الإسحاقية الإسرائيلية في سورة الأنبياء ومرت علينا الآيات قبل قليل في الآية الثانية والسبعين بعد البسملة والتي بعدها ووهبنا له لإبراهيم إسحاقا ويعقوبنا فلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات إلى آخر الآية ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا هذه الإمامة الإبراهيمية الإسحاقية الإسرائيلية لكن الديانة الخاتمة لا ترتبط بهذه الإمامة وإنما ترتبط بالإمامة الإبراهيمية الإسماعيلية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه قال إني جاعلك للناس إماما يوم ندعو كل أناس بإمامهم هذا مصداق عملي قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي إنه يتحدث عن الذرية الإسماعيلية بقرنة ما يأتي من الآيات ويأتي في السياق وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تقبل منا من إبراهيم وإسماعيل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إلى آخر الآيات الحديث هنا عن الإمامة الإبراهيمية الإسماعيلية هل تستغربون أن أقرأ عليكم من توراة موسى من الكتاب المقدس لدى اليهود هذا هو الكتاب المقدس لدى اليهود لدى اليهود في زماننا كتاب العهد القديم الأسفار الأولى من كتاب العهد القديم وهو الكتاب المقدس لدى اليهود الأسفار الأولى إنها التوراة وهذا هو سفر التكوين وفي الأصحاح السابع عشر ماذا يقول هذا الأصحاح وأما إسماعيل الله يقول لإبراهيم إذا ابتدأنا من الفقرة الثامنة بعد العاشرة وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك ليت إسماعيل يعيش أمامك الترجمة ضعيفة المراد أن يكون تحت نظر لطفك أن تنظر إليه برعايتك الله يقول لإبراهيم وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه استجبت دعائك بخصوص إسماعيل وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا إثني عشر رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة اليهود في كتبهم يقولون من أن إسماعيل رزق بإثني عشر ولدا ويذكرون أسماءهم الكلام ليس هكذا الكلام ليس هكذا مع الترجمة الركيكة هذه ها أنا ها أنا أباركه وأثمره هناك ثمار هناك ثمار ها أنا أباركه وأثمره وهذه الثمار إنما تأتي بعد البركة في العبارة العبرية أصلا أنا لا أعرف العبرية لكنني من خلال التتبع في كتبهم وفي قواميسهم وفي تفاسيرهم فإنني أعرف بعضا من كلماتهم بعضا من المصالحات التي أحتاجها في فهم الموضوعات المهمة كهذا الموضوع في لغتهم العبرية بخصوص هذه العبارة إثني عشر رئيسا يلت شنيم عسار نسيئي شنيم عسار إثنى عشر نسيئي هي جمع لكلمة ناسي وناسي في اللغة العبرية في معناها الأصل تعني إماما تعطي معنى رئيسا تعطي معنى زعيما تعطي معنى قائدا لكن المعنى الأصل تعني إماما لكنهم يترجمونها رئيسا ترجموها إلى العربية رئيسا إنه مستوى من مستويات التحريف يفترض أن يذهب إلى المعنى الأصل إلى المعنى الأول لكلمة ناسي في اللغة العبرية تعني إماما إثني عشر إماما يلت الترجمة إثني عشر رئيسا يلت الحكاية قديمة والتحريف قديم أيضا التحريف قديم لم يستطيع أن يحذف هذا الرقم فقالوا من أن إسماعيل ولد له هؤلاء الأولاد وحينما ترجمت لم تترجم إلى أئمة وإنما ترجمت إلى رؤساء ألا تلاحظون أن البرنامج الشيطاني هو هو بالضبط مثلما في صحيح البخاري يكون إثنى عشر أميرا رئيسا حركة الشيطان وحدة وواضحة جدا واضحة جدا في التوراة كما قلت لكم في اللغة العبرية في أصلها كلمة ناس تعني إماما تعطي معنى الرئيس الزعيم القائد لكن المعنى الأصل الإمام لم يترجم الكلمة بحسب المعنى الأصل ترجمها إلى رئيس والكلام هو هو في صحيح البخاري أنا لا أقول من أن القوم قد عقدوا اتفاقا على هذا أبدا إنه الشيطان إنه البرنامج الإبليسي الموحد يعمل في جميع الاتجاهات لطمس الحقائق برنامج التثويل والتجهيل والتضليل والذي يمارسه بالنيابة عن الشيطان رجال الدين في كل الديانات ليس في دين بعينه إنها وظيفة رجال الدين أن ينوب عن الشيطان وهم مخلصون جدا في هذه النيابة خصوصا في السقيفتين في سقيفة بني ساعد وفي سقيفة بني طوسي أعود إلى الإمامة الإبراهيمية الإسماعيلية فهل كل قريش من ولد إسماعيل لا يستطيع قائل أن يقول بذلك إذا ما درس تأريخ مكة وتأريخ القبائل التي سكنت مكة ولابد أن تعرف من أن ولد إسماعيل تفرق بعد ذلك اجتمعوا في مكة وهذا الأمر له حكايته المفصلة في كتب التأريخ ولد إسماعيل كانوا في مكة ثم تفرقوا بعد أن كثر عددهم وبعد أن اشتد النزاع فيما بينهم وبين القبائل الأخرى في مكة وحول مكة فضعوا حالهم وتفرقوا وبعد هذا بزمان طويل عادوا وتجمعوا فدخلت الأخلاط في قريش فقريش لا نستطيع أن نقول من أنها كلها ببطونها وأفخاذها من ولد إسماعيل قطعا قطعا هناك هناك جزء من قريش من ولد إسماعيل وقطعا هناك جزء من قريش من الأخلاط التأريخ يثبت ذلك وبشكل واضح وهذا الأمر ليس خاصا بقبيلة قريش هذا الأمر ينطبق على سائر القبائل الأخرى حتى القبائل التي حاولت أن تحافظ على أنسابها لا تستطيع أن تحافظ على أنسابها بنحو مطلق لا بد من وجود الأخلاط في تلك القبائل تارة يدخلون الأخلاط برغبة منهم بإرادتهم باتفاق وتارة يكون هذا الأمر بنحو تدريجي بمرور الزمن وهذا هو واقع الحياة في الجزيرة العربية وفي غيرها وحتى الذين ينتمون انتماء واضحا إلى إسماعيل ابن إبراهيم من جهة الآباء أو من جهة الأمهات فلا يمكننا أن نقول بأن جميعهم حافظوا على طهارة الأنساب هل يستطيع أحد منا أن يقول بأن أسلافه جميعا عبر الأجيال كانوا من أبناء الحلال هل يستطيع أحد أن يقول بهذا الذي يستطيع أن يقول هذا محمد وآل محمد أتحدث عن المعصومين أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها هؤلاء يستطيعون أن يقول ذلك بملء أفواههم هناك عين إلهية عاصمة عليه أما غيرهم أنا وأنتم وسائر الناس لن يستطيع أحد أن يقول من أن أسلافه عبر الأجيال الماضية ما كانوا من سفاح السفاح كان منتشرا في جزيرة العرب وكان منتشرا في مكة وكان منتشرا في قريش السفاح موجود إذن حديثنا هنا عن الإمامة الإبراهيمية الإسماعيلية عن الذين ينتمون إلى إسماعيل انتماءا نظيفا انتماءا صحيحا انتماءا طاهرا نحن نتحدث عن انتماء إلهي لأن إبراهيم حين صار إماما قال ومن ذرية من ذرية من إسماعيل لأن الحديث عن الإمامة الإبراهيمية الإسحاقية الإسرائيلية مر علينا نحن لا شأن لنا به شأننا في الديانة المحمدية شأننا يرتبط بالإمامة الإبراهيمية الإسماعيلية والتي تتحدث هذه الآيات عنها قال ومن ذرية قال لا ينال عهد الظالمين إذن هناك مجموعة منتخبة هذه المجموعة المنتخبة هي المجموعة التي تشكل منظومة الإمامة الأئمة وما قبل الأئمة الأوعية الناقلة الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة هذه الأوعية الناقلة حتى يحين موعد خروج الأئمة بحسب البرنامج الإلهي بحسب المنظومة الدينية الإلهية الغيبية حيث يراد للدين الخاتم أن تبدأ خطواته الأولى في اللحظة الزمانية المعينة فهناك الأئمة وسيدهم محمد صلى الله عليه وآله وهناك الأوعية الناقلة الأوعية الحافظة هؤلاء هم الذين يتحدث عنهم إبراهيم قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين فإن الله استجاب له ولكنه حدد له من أن الإمامة تكون ضمن هذا السياق أعتقد أن الآيات واضحة ولا تحتاج إلى كثير من التعمل من التأمل من التفكر إنني أخاطب الذين يبحثون عن الحقيقة لا أخاطب الذين يريدون أن يجادل لأجل الجدل لا أخاطب الذين يكابرون الحقائق ويعاندون الواضحات لا شأن لي بهؤلاء الحديث مع هؤلاء لا فائتة فيه لا توجد ثمرة ترجى منه إنني أخاطب الذين يبحثون عن الحقيقة الحقائق واضحة وجلية أولا القرآن بنحو صريح بيّن لنا من أنه في يوم القيامة سندعى بالعلامة الموجودة والمنطبعة فينا من إمامنا وهذا الكلام يكون شاملا للجميع كل شخص له إمام قد يكون بعض الناس إمامهم أنفسهم فهناك علامة خاصة بهم الإمامة موجودة موجودة في يوم القيامة في كل جزء من أجزاء يوم القيامة وكل هذا إنعكاس عن الإمامة في حياتنا الدنيوية الإمامة التي تخصنا هي هذه الإمامة الإبراهيمية الإسماعيلية نذهب إلى فاصل إذن منظومة الإمامة الإبراهيمية الإسماعيلية هناك الأئمة وهناك الأوعية الناقلة ومر الحديث عن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه كان من الأوعية الناقلة لنور الإمامة أتحدث عن أئمتنا الأربعة عشر وإلا فأبو طالب هو حجة بنفسه ولا أريد أن أعيد الكلام عن أبي طالب صلوات الله عليه لكنه من الأوعية الطاهرة المطهرة مثلما عبر عن ذلك إمامنا الصادق في الرواية التي قرأتها عليكم من الكاف الشريف من الجزء الأول من أن نور محمد وعلي تنقل في الأصلاب حتى حل في أطهر طاهرين عبد الله وأبي طالب فهؤلاء أوعية للإمام أئمتنا الأربعة عشر محمد علي فاطمة أئمة الأئمة وبعد ذلك الأئمة من ولد فاطمة من الحسن المجتبى إلى قائم آل محمد قد يقول قائل الحديث الذي جاء في البخاري حديث عن إثني عشر أميرا إنها سلسلة الأئمة الإثني عشر هذه سلسلة تتفرع عن سلسلة الإمامة الكبرى سلسلة الأئمة الإثني عشر رسول الله ليس موجودا فيها وهو إمام الأئمة فهل يعقل أن إمام الأئمة لا يوجد في هذه السلسلة هناك سلسلة ثانية وهي سلسلة الإمامة الأكبر عدد الأئمة فيها مع رسول الله مع الصديقة الكبرى فاطمة يصل إلى أربعة عشر فهناك سلسلة الإمامة الكبرى سلسلة الأئمة الأربعة عشر وهناك سلسلة الإمامة الصغرى وهي التي تتحدث عنها أحاديث البخاري وسائر الكتب الأخرى سلسلة الأئمة الأثنى عشر إذن هناك أوعية ناقلة حافظة للإمامة وهناك الأئمة الذين هم مركز الأئمة أصل الأئمة وهؤلاء هم الذين قرآنهم يقول عن نفسه في الآية التاسعة والثمانين بعد البسملة من سورة النحل ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين هذا الكتاب الذي هو تبيان لكل شيء هو كتاب صامت يقابله كتاب ناطق في سورة ياسين في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة وكل شيء أحصيناه في إمام مبين هؤلاء أئمتنا وهذا كتابه في سورة النحل ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء هذا كتابهم الصامت وهؤلاء أئمتنا الناطقون وكل شيء أحصيناه في إمام مبين هذه المجموعة الإبراهيمية الإسماعيلية الطاهرة المطهرة هؤلاء هم أئمتنا سلسلة الإمامة الكبرى إنها سلسلة الأئمة الأربعة عشر وسلسلة الإمامة الصغرى إنها سلسلة الأئمة الاثني عشر وهناك سلاسل أخرى سلسلة الأئمة أصحاب الكساء محمد علي فاطمة حسن حسين هناك سلسلة أئمة الأئمة محمد علي فاطمة وهذا واضح إذا رجعنا إلى الروايات والأحاديث فهناك الأحاديث التي تتحدث عن هذه الأسماء الثلاثة فقط ولا تتحدث عن غير هذه الأسماء إنها سلسلة أئمة الأئمة محمد علي فاطمة سلسلة الإمامين الأبوين محمد وعلي أبوى هذه الأمة وهناك الكثير من الأحاديث التي تتحدث عن محمد وعلي فقط من دون الإشارة إلى أي اسم آخر هذه مظاهر لسلسلة الإمامة الأكبر إنها سلسلة الأئمة الأربعة عشر سلسلة الأئمة الأثني عشر هذه سلسلة متفرعة عن تلك السلسلة الكبيرة هناك سلسلة العترة سلسلة الأئمة من عترة الحسين تبدأ من السجاد وتنتهي بقائم آل محمد وهناك ولكل سلسلة خصائصها هناك سلسلة الأئمة الحرم وهم العليون علي المرتضى علي السجاد وعلي الرضا وعلي الهادي وهناك سلسلة الأئمة العشر من الحسن إلى الحسن من الحسن المجتبى إلى الحسن العسكري هذه السلاسل تحدث القرآن عنها وتحدثت الروايات عنها لكن الثقافة الشائعة في الوسط الذي يقال له وسط شيعي لا علاقة لها بثقافة العترة الطاهرة والفجر في سورة الفجر والفجر بحسب تأويلهم لقرآنهم والفجر إنه قائم آل محمد والفجر وليال عشر قال من الحسن إلى الحسن من الحسن المجتبى إلى الحسن العسكري والفجر قائم آل محمد وليال عشر من الحسن إلى الحسن والشفع علي وفاطمة والواتر محمد صلى الله عليه وآله فهناك شفع وهناك مثلما نقرأ في الكتاب الكريم في سورة الفجر بعد البسملة الآية الأولى وما بعدها والفجر قائم آل محمد وليال عشر من الحسن المجتبى إلى الحسن العسكري والشفع علي وفاطمة مرج البحرين في سورة الرحمن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان أئمتنا قالوا علي وفاطمة بحران عميقان من العلم مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة بحران عميقان من العلم وما الشفع إلا علي وفاطمة هذه أمثلة ضربتها لكم ولا أريد أن أدخلها في أصل الموضوع وإنما كان الكلام توضيحا فأصل الموضوع كلام مأخوذ من صحيح البخاري وكلام مأخوذ من كتاب الله وإنني أحاكم البخارية هنا إلى القرآن لكنني في بعض الأحيان أحتاج إلى بعض من التوضيحات والأمثلة ونزلنا ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين هذا كتاب الإمامة الصامت وأما كتاب الإمامة الناطق وكل شيء أحصيناه في إمام مبين هذه هي الإمامة الإبراهيمية الإسماعيلي وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه توضيح كي تعرف مدى دقة ما جاء في تأويل العترة الطاهرة إذا ما ذهبنا إلى الآية السابعة والثلاثين بعد البسملة من سورة البقرة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه متى كان هذا بعد نزول أبينا آدم إلى الأرض فنزل عليه جبرائيل بكلمات لأنه قد نسي الذي مر عليه في المراحل السابقة لم يكن قد نسي الخطيئة لكنه نسي العلم الذي فضل به على الملائكة فحينما وقع في الخطيئة إن سلخ منه العلم فنزل إلى الأرض من دون علم لا يتذكر إلا شيئا يسيرا يتذكر الخطيئة وشؤونها فنزل فنزل عليه جبرائيل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه نزل عليه بهذه الكلمات يا محمود بحق أحمد ويا عالي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين نزل جبرائيل عليه بهذه الكلمات فدعا بها وتوسل إلى الله بهذه الأسماء حياتنا على الأرض افتتحت بالتوسل بهم صلوات الله عليه وهذا هو منطق النبي صلى الله عليه وآله في واقعة المباهلة في الآية الحادية والستين بعد البسملة من سورة آل عمران فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم كانوا وسيلة للنبي صلى الله عليه وآله بأمر من الله ونزل جبرائيل بأمر من الله على أبينا آدم يأمره أن يتوسل بهم يا محمود بحق أحمد بحق محمد ويا عالي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين هذه هي الكلمات التي بسببها حينما توسل ودعا بها أبونا آدم تاب الله عليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن حين يسألون إمامنا الصادق عن هذا قال أتمهن إلى القائم إلى الإمام الرابع عشر هذه سلسلة الأئمة الأربعة عشر هي هذه يا أيها الشيعة حديثي ليس مع السنة يا أيها الشيعة الذين لا يعتقدون بإمامة فاطمة هذا هو القرآن ينطق بالحقائق هذا قرآنهم وهذا تأويلهم لقرآنهم هذه أصول الإمامة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما بعد أن اعتقد بسلسلة الأئمة الأربعة عشر صار إماما لو لم يكن معتقدا بإمامة فاطمة لما صار إماما إلى أين أنتم ذاهبون أنتم ذاهبون وراء هؤلاء السفهاء الثولان من مراجعكم الطوسيين في النجف وكربلاء هؤلاء لا يفقهون شيئا من دين العترة هذه حقائق دين العترة وإذ افتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال أتمهن إلى القائم أتم كلمات آدم كلمات آدم وقفت عند حسين فأتمهن إلى القائم رموز هذه رموز ليس الحديث عن ألفاظ بما هي ألفاظ هذه الألفاظ تشير إلى حقائق الحديث عن الحقائق هنا نحن نتحدث عن إبراهيم عن سيد التوحيد عن مركز الإمامة الإسماعيلية والإسرائيلية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إمامة قال ومن ذريتي هل تكون الإمامة في ذريتي أريدها أريدها أن تكون في ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين عهد الإمامة يكون في ذريتك ولكن في مجموعة معينة الظالمون من ذريتك لن يكون ضمن هذه المجموعة لا زال الحديث متواصلا ولا زال المطلب متشعبا أكمل الحديث لكم في حلقة يوم غد إن شاء الله وتعالى